موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا المساء مشاهدين الكرام حيث سنواصل سلسلة الحلقات التوعية بضرورة الإقبال على مراكز التلقيح المتوفرة على عموم التراب الوطني في جميع النقاط الصحية مع احترام بقية الإجراءات الاحترازية الضرورية التي لا شك تسهم في محاصرة الفيروس والقضاء على الوباء مشاهدين نستضيف لكم معنا اليوم الدكتور عبدالله محمد أبا رئيس قسم الجراحة الاستعجالية بمركز الاستطباب الوطني أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم أهلا وسهلا بكم قبل أن نبدأ في النقاش نتابع العنصر التمهيدي الإقبال على مراكز التلقيح وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على المسافة الصحية عند التجمعات بالإضافة إلى الحد من الالتصال المباشر مع الآخرين قدر الإمكان أبرز الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا ولأن محاصرة الفيروس تكمن في ضرورة التقييد بهذه الإجراءات الاحترازية فإن كسب الرهان يستدعي تكاتف الجهود من خلال حملات تحسيس المواطنين والتأكد من أخذ هذه التوصيات على محمل الجد التوصيات التي تسهم بشكل كبير في تراجع الأعداد التي تعلنها المصالح الصحية في نقطتها الصحافية اليومية وهو ما يضع المسؤولية على كاهل الجميع فعدم تطبيق السياسات الصحية قد يؤدي لانفراط عقد السيطرة ما يستدعي الوعي بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد فما مدى تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية وما سبل التوعية المتخذة للإقبال على مراكز التلقيح أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا من جديد وشكراً لزميل محمدنا على إعداد هذا العصر بداية دكتور اليوم تم تسجيل 126 حالة 226 حالة إصابة جديدة طبعاً للأسف تم تسجيل أيضاً خمس وفيات وفيات نسأل الله لهم الرحمة شن قرأتكم بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للاستضافة فم مسألة ليعود سؤال دائماً تطرح الناس هي عدد الوفيات الناس لاحظوا أن في الفترة لفترة ذروة الموجة كانت تسجيل أعداد كبيرة جداً ألف زايدة على أن عدد الوفيات كان يعود يقارب ذي الفترة ذلك الحالية اللي هي الحمد لله ذي الموجة في الحسار وبدت الأعداد تتقل حتى على أن نلاحظوا أن عدد الوفيات تزيد ذلك ما يالله هو عدد الحالات المكتشفة ما عنده علاقة بعدد الوفيات المسجلة في اليوم لأنه عدد مرض ما هو مميت في اللحظة هو عادة المرض يميت بعد فترة من المعاناة وفترة من الانعاش معناه أنه في الحالة دائماً حالة المسجلة للوفيات يرتد المستشفيات اللي أساساً منها محسوب لذلك بالمستشفيات وذلك يعود كان أمراض مرضى يعودوا كانوا في العنائلة المركزة إذن عنه ما هو المريض مكتشف اليوم إذن عن هذه الحالات الوفيات التي نرى وارتفعت قليل في الفترة الأخيرة هي النتيجة لفترة الذروة التي كنا نسجلها ألاف الحالات يومياً موجودة إذن عندك بعد مسبوع بعد عشرة أيام من ذلك الفترة لينلاحظوا هذه الوفيات معناها المرضى التي كانوا يعودون عادة حالاتهم خطيرة كانوا في الانعاش وكانوا في حالات العناء المركزة وغالباً يعودوا مرضى التي عندهم مرضى عادية مسنين وعندهم أمراض مزمنة في ذلك الفترة ويقعدوا فترة من يعودوا في الحالات العناء المركزة يعني أنت عاقب ذلك لا قدر الله في حالة عدم تحسن تخلق الوفاة إذن هذه خمس وفيات التي نرى اليوم ما عندها علاقة بذي 200 اللي اكتشفنا اليوم هذه خمس وفيات قتعد عندها علاقة بذيك ألف والله ألفين اللي اكتشفنا للأسبوع واللأ عشر تيام إذن إن شاء الله بعد من المدة عشر أيام والله ذلك هو اللي يبدأ هذه الميتين اللي اكتشفنا اليوم حالة تطورها بعد عشر أيام من هو اللي نرى نتمنى وطبعاً أن يقعد في حالة شفاة أتامة شعر دور تبدأ تخف فترة عدد الوفايات اللي دور يبدأ يتناقص تدريجياً مع كيف عدد نقص الحالات المكتشفة يومياً طيب مع بداية هذا الوباء نحنا كنا مثلاً الأطباب المستشفيات الطواقم الصحية مع بداية الوباء تم تعزيز تجهيزات من دراك قراءة لهذا السنتين الماضيتين وملاحظة الوضع الصحي بشكل عام على عموم السراب الوطني شاني تحسينات اللي طرات مع بداية الوباء إلى دراك؟ بالنسبة هو المشكلة على أني نخلق هذه مسألة عادة ما تروحها في الوقت الحالي هو مرض مستجد مرض جديد ما كان معروف إذن من الطبيعي في بداية الموجه من الليلو عامين مع بداية الحالات الجديدة وبداية هذا كان فيم تخوف وكان فيم تخوف من المرض وفي اللي ما معروف تطوره وشنه للي إذن عادة الأجهزة الصحية في العالم كامل مولا في بلدنا موجهة 100% تقريباً للوباء الكورونا يقير معاه تقدم الوقت وجاءوا التلاقيح وتلقح عدد من الناس وعادة الموجهات عقل حدة وحتى ولو يتعود لعداد كيف يزير الموجهة الرابعة اللي شفنا فيها عداد مكتشفة كبيرة ألف ما سجلناها في الموجهة الأولى والأثانية مع ذلك ما لاحظنا اكتظار في المستشفيات ما هو قلق اكتظار شوي في الحالات الاستعجار الناس اللي لا يتجي مجرد عن تعارات خفيفة معنا كل هالي يقبال دقة وتو يدير دقة مهدية يدير شوي من الفيتامينات وشي قلض الحمى يدير دقة العادية شوي من الكورتكويد معنا اشياء بسيطة يقبالها المريض في مدد ساعة ساعتين وعقب ذلك يشعر بتحسهم ينطلس يقير ما هو ذلك الاكتظار اللي ضعب مشكلة التنفس ضيق التنفس والمريض والأبدالهم من الأكسجين ذلك لاحظ نظرك على انه أقل حتى بالرغم من العداد المسجل لذلك ذي الموجه ذي الموجه الرابعة كانت هي أكبر موجه ويلاحظوا حتى المواطن العادية لأن تقريبا ما خلق أسره على الأقل في نوع أكشوط بعد ما خلق أسره ما انصابت منه على الأقل ما عاد عضو ذنين الذين لا يتنصاب منه إذن عنه كان انتشار شبه كلي تقريبا يقدر قاش يقوله لأنه كان انتشار شبه كلي يقير اللي حد من خطورته ومن خطورة الوباع هو معاهزة طبعا بعد عناية الله تبارك وتعالى هي تلقيح تلقيحات اللي عادلت الناس وذنين موالي الناس اللي فاتن صابت سابقا إذن الجسم الإنساني يقعد قد تتعرض لجردهما معينة إذن يخلق عنده قدر نوع من المناعة وتبقى فهم المناعة ذاكرة فهم خلايا ذاكرة تتذكر ذاك الجسم إنه يجي مرة جديدة للجسم ليعود لسلحة الجسم المناعية جاهزة ليتم إنتاجها بسرعة موقع فرقاش أول مرة يتعرض للجسم يعود ما فات عاد يعرف ذاك الجسم يقعد لابد داله من ياسر من خطواتي عن درر جهاز المناعي ينيني يقبل منه هو شيء من در جسم الغريب ويفكو وعقد يعطيه الخلايا معينة هي اللي تم تنعته الخلايا المناعية إذن فهم فترة تحتاج لسبوعين والله ثلاثة يعني كان جسم يتعرف عليه بينما نعود الجسم قد تتعرض له سابقا اللي إما عن طريق تلقيه وإذن هي فيدي التلقيه لأن يعود الإنسان كان وتتعرض للجسم اللي هو الفيروس في حالتنا هذه يتعرض له سابقا إذن جهاز المناعي اللي يتعرف عليه مباشرة ما هو محتاج ومجرد يتعرف عليه ليقوم بإنتاج الأجسام مضادة مباشرة وبكميات كبيرة ما هي بكمية ضعيفة لأن اللي نوع يتعرف الجسم على الجسم أول مرة يتعرف على الجسم غريب يتم إنتاج نوع مضادات هي اللي جيم اللي يعود لك اللي شاهدوها اللي جيم لك هما أول مرة وعاقب ذلك يعود يجو لجي جي إيجاجية هذة هم أكثر فاعلية وأكثر عدد لنعود التعرض المرة الثانية لجسم مباشرة لن ينتج الإيجاجية ما هو لي يرجع لديك المرحلة الأولى لأنه ينتج إجسام من شكل إيجاجية معاقب ذلك وعاقب ذلك يعود الإجسام إذن كيف قلت لاحظوا على أن هذه الموجة بالرغم على أن هذه الموجة انتشار تقريبا شبه كلي على الأقل بعد في نواكشوت من اللي نعرف ما في أسرة وعايلة ما نصاب منها أشخاص على الأقل لا بدأ لها كاملة وحتى الأطفال تلاحظوا حتى الأطفال صغار مرضوا به كاملين إذن عن بالرغم من ذلك ما ألاحظ ذلك من الاكتظار وذلك من سعة المستشفيات أنها تم تجاوزها وعلى نذيك المشاكل ما لاحظنا أخف حتى من المرات الماضية كان الإجراعات وإعداد المكتشف المرات الماضية كانت أقل إذن عن الاهتمام كيف قلتنا سؤالك اللي طرحتي على أن الاهتمام صحة كان كامل ونصب الله على مسألة كوفيد الحمد لله نحن نجي قطاع الصحة في البلد ما زال يحتاج الياسر من تحسين ويحتاج الياسر من العمل ويحتاج الياسر من تطوير حقا لأنه الفترة وهذا وإذا قام من المستحسن لذي الوباء اللي جاء يناعط أهمية على أن الدول يقعد فيها قطاع صحي يعود على حسب النظم يقعد حاضر لأي طريق هو يقضي شيء وباء أو أخر ما هو كيف كورونا تقعد بكتيريا ولا فيروس أو أخر ولا شيء ما عنده علاقة بكورونا يقعد بنفس طريقة لانتشار على أن نحن نقول عن ما استفدنا من مجي هذا الوباء ما نخرج من التحسينات على مستوى النقاط الصحية مثلا تجبر بعض من المستشفيات للاسف ما كانت توفر في الأكسوجين ومع هذه الموجات إن قالت أنها عدم توفر فيها وحتى عدد السر على المستوى النقاط الصحية اللي كانت بعيدة يتم تزويدها شن يلاحظكم على عمو التراب الوطني لهذه النقطة بذاته هو حقا لأنه خليك تحسن في يعني الانعاشر والعناية المركزة بيلي كانت فيها كانت معناها بسيطة جدا كان موجود قسم واحد تقريبا في المستشفى الوطني بخلاف في المستشفى القلب لأنه هو الوحيد قال لي إلى يومنا هذا هو الوحيد اللي فيه قسم إنعاش متكامل يقد يسمى قسم إنعاش بيلي نقوله قسم إنعاش معناها ذم دي نور ذم نظم عوامل متوفرة في ذاك القسم يكان ينقال على أنه قسم إنعاش حقيقي هو الوحيد اللي قد نقال حتى مازلنا إلى فترتنا الحالي ذم طبعا مستشفى محمد بن زايد مستشفى شيخ زايد لا ما هو مستشفى شيخ زايد يعني مستشفى كورونا اللي حدى مركز القلب ذاك وحدة خاصة بهذا مجهزة تجهيز خاص يقال ذاك مستشفى ميداني ما هو مستشفى هذاك مستشفى ميداني يبتنى لفترة وباعة أو فترة كارثية يقال ما هو شي دائم طول الوقت لأنه مبني لكي بدي كونتينير كونتينيرات معظم من المستشفى ذاك فيه حق على أنه فيها عناية خاصة غير مخصصة لكوفيد بالنسبة للعناية المراكزة والطب ما هو لها كوفيد ثم ياسر من الأمراض الأخرة وياسر من المشاكل الأخرة الصحية اللي لابد منظومة الصحية تحاول تتحسن يكانها تتلحق مرحلة تتطور تتلبي حاجيات العادية اللي ما عندها علاقة بكوفيد هي اللي نعاش أقسام اللي نعاش مازالت ناقصة جدا في البلد للأسف حقا لأنه تحسن سبت الأكسجين كيف قلتي ما كان متوفر في جميع المستشفيات كان متوفر اللا في القنينات الأكسجين يعود اللا في القنينات حتى في مستشفيات بعض منهم كان ظاهر لأن موجود اللا في مستشفى الوطني والمستشفى القلب وهو اللي فيه مصنع لإنتاج الأكسجين أن يعود الأكسجين ينتج مباشرة في المصنع ويقيس الغرف من الحياط يعد اللا كيرابينة في الحياطين ينتج مفتح في الأكسجين إذا كان موجود اللا في المستشفى الوطني ومن المصادة لأنه فترة بداية مجي كوفيد لماذا لك المصنع كان فرق فرقة مدية صلاحي طوله عشر عام هل عاد مش ري نديع 28 أو 29 وفاتمة فترة صلاحي طوله كان يشتغل إذن مجي حتى فترة مع مجي كوفيد ما كان تقريبا فم أي مصنع الأكسجين في المستشفيات بسدناء مستشفى القلب الجديد كان مدير فيه إذن عن حق مستشفيات أنا ما عندي كبار كبار نقولك فكرة على المستشفيات الداخلة على فعلها الموجود يقير ألا شفتم حسب الإجراءات أن معظم المستشفيات اللي في المدن كاملين عهد فيهم مصنع الأكسجين لإنتاج الأكسجين هذا تطور ملحوظ وحاجة بالنسبة للتجهيزات العناية المركزة أسرت الإنعاش بجهزة التنفس الإصطناعي ما زالت من بها نقص موجودة حق البلادات المركزة المخصصة للكورونا موجودين فيها كيف قسم كيف قلنا المستشفى الإماراتي اللي معدل هذا وكيف الأقسام المخصصة في المستشفى كل نقطة في المستشفى فيه قسم صغير بلايدة معينة معدلة لذلك الحالات يقير بخلاف هذا هذه يلا تتعود كل مستشفى يلا يقعد فيه قسم الإنعاش فيه أسرة الإنعاش فيه بالتجهيزات اللازمة المتعارفة عليها تجهيزات لأجهزة المراقبة مراقبة الولائف الحيوية مراقبة الدقاءة القلب ملاحظة نسبة الأكسجين ملاحظة يلا يقعد موجود في كل مستشفى ويلا يقعد موجود في كل غرفة إيقال بعد العمليات لأن المستشفيات كاملة في غرفة عمليات أي غرفة عمليات يلا يقعد فيها غرفة إيقال بعد العملية يعود فيها سرير شبه السرير ينعاش ويعود معها الجهزة التي تراقب الولائف الحيوية الجسم كامل على الأقل يعطي فيها المريض فترة ينبو يكتمل ويكتمل هذا يقعد يقص الغرف وهذا للأسف ما زال ناقص إذن عن إمكانيات الصحة ما زال تلاعب تحتاج الكثير من العمل تحتاج الكثير من العمل الحمد لله لاحظنا في دروس السنوات الماضين على الندى أعطى توجه لقطاع الصحة نحن الميزانية وزارة الصحة عام الأول زالت في عشر مليارات وإن سنة زالت في عشر مليارات هذه زيادة عشرين مليارات تقريبا زالت في خمسين في المئة في عامين هذا تطور ملحوظ يقير ما فتنة للأسف كان ماشي كامل هذه زيادة لذا التحسن يقير كامل مشلال في كورونا ما لاحظنا بعد المستوى الميداني في القطع وفي أشياء ذالي أوخر ما هو كورونا ما لاحظنا أن يتحسن ما فم زيادة مثلا في الأجهزة الطرورية لا ذالي يعني كورونا لا ذالي يعني كورونا وإذن إذن الاتجاه كان مخصصا لا كورونا إذن لا ذالي يعني كورونا لأنه تخليق ذي تحسن هل يعني كورونا من الأجهزة دائماً على صدارته مثل قالوا سكانير سكانير متوفرة في كم من المستشفى على مستوى نواكشوت فقط سكانير عاد متوفر جميع مستشفيات نواكشوت فيه سكانيرات وحتى فيه نواكشوت عاد فيه اكثر من لازم مثل يخرص حق حسب عدد السكانين تخرصوا بالنسبة للمدن شوفوا مدينة معينة كم فيها من ساكن وكم فيها من سكانير بالنسبة للمستشفيات كامية فيه سكانيرات وحتى المصحات فيهم سكانير كان سكانير مات له هو اللي يطرح المشكلة شفت نحن دائماً عندنا مشكلة أنك تقلت تجبره فترة يأخذت تجبره ثلاثة سكانيرات خاسرين في مستشفى بلوة سكانيرات اللي أهلة تحتاج للصيانة وتحتاج على أن يعود ياك مشكلة لصيانة ذلك اللي ما زال فيها وهذا هو اللي من الروايات اللي نقوله على أن يعود فيها تنظيم عن طريق جاي من فوق المزارة صح لأن سكانيرات اللي أما يتفاهمها مع شركة واحدة تم هي اللي تزود البلد كامل بسكانير تقود ديك مارك الوحيدة المعينة وتقود ديك شركة تضمن الصيانة وتضمن اللي اللي يعادل بالعجلة بدلاً من أي هون الصفقات اللي تعادلتها الصفق على السكانير كل مرة كل السكانير تجبره في طب من نوع من مارك ومن رواية ما هذه اللي عنده واخر وليك ما تقلت شركة كبيرة تقود ليت مش شركة على السكانير واحد ما هو إذن عندنا اللي يخلق لنا مشكلة ديك روايات اللي يتم توجه لمزارة الصحة لنتنظيم ديك المسائل ما portاد المتوفر mike ذهك بالنسبة لهذا ما تحد January ما zero حتى بالنسبة للمدرسات ذاك مهندسيين وهذا البيومدكالين موجودين، هو المشكلة ما ولا لهذا هو كل مؤسسة دايماً يدد ما كي سكانيرات ده المؤسسة اللي صانعته هي اللي تعود هي اللي تعدي التعدي للصيانة ما هو اللي تعود فيه حسب التوب اللي يعد في السكانير� اللي هو اللي Holding عنده فترة معينة يا الله يفرق يالله يفرق ما دب استهلك يلا كيف ذلك القلم في حبر يا الله يبدل لا يبدل الحبر الداخلية ولا يبدل الغلام كامل إذن ذلك التبديل الصيانة دائما في العادة تعذروا لهذه المؤسسات تعود عندها يا واحدين إذن عن مسألة الصيانة ديك مازال فيها هون يا الله يتم مراجعتها يا الله يركز عليها ومع أولا للسكانير بالنسبة لي يا ريام وبالنسبة للتجهزات الأخرى كاملة حتى تجهزات تخدير والعاش مكاين التخدير اللي يعادلوا التخدير وذي يعود في منوع من محاولة هو المشكلة هو هذا هذا شوفت دائما يطرح مشكلة مشكلة لأن اقتناع المعدات الطبية واقتناعها هو المشكلة عن القوانين هون دائما تقعد مكبلة حتى أين يجيب مسؤول هم يعدل إصلاحه هم يجيب ستنجبها القوانين مكبلة القانون لا يكبل يقول له أنت ذي المكينة لا يتشري هذه الآلة عندك اللي يكتب أنها خصائص هاتو ما عليك تكتب هيشنه هو معروف كل شيء يتقوم في الإعلام معروفين عن الكاميرا لا يتقعد في جينون معروفين دي مارك لأنهم هم القمة في ذيك الرواية هذا معروف سيارات معروفة لأن مارك تويوتا والله ما يكيف أي رواية أخرى إذن عن نفس الطريقة اللي يتعامل بها هون اللي يتعاملوا بها مع شراء المعدات تقعد الوتاة والحديد والله هذا هو نفس اللي يتعامل بها مع المعدات الطبية يلا فهم الروايات اللي تمس حياة المواطنة اساسا كيفية المعدات الطبية يلا يعود عن تستذناءات على المذن أن يلا تقول تحدد هو كلها خصائي والله كل المادة تشتقل بتجهيزات تعرف في العالم للك الماركة المعينة اللي هي شبه شي شبه شي صنع من ناحية التحمل بيلي ويقد تجيك آلة تطي شهر تشتقل لا يتخسر تجاية من الصين تطي شهر تشتقل تخسر وهي أنت لا يتخصي كتابها ذا هي الكية عندها نفس الخصائص اللي مطلوبين اللي عند الالة الأخرى إذن ذاك ورقت لك خالب نوع من القوانين مكبل إذن عننا نحن نقدرين يطلبوا آلة اللي يتقدم ذاك المناقصة المناقصة بقل سعر هو اللي يقبلها قل سعر هذا يقضي يصلح مع النقاع ما لا أعرفه في روايات أخرى ما يروايات مس حياة المواطن اللي يمتعوا تجهيزات طبية يالله إنشبار لها نعمل استدلاء من الروايات اللي يخرص اللي أكثر شودة اللي ينقال عن اللي يشاري الدون بالهون اللي يشك إنه غاب إنه مغبون اللي يتكدس عندنا شيء يشرب مئات الملايين على إنه حسب النظم المعايير المتعارف عليها ويعود جاي من الله وعلم المصانع معهود يامارك معروفين اللي يشتقل شوي ولا يخسر اللي يخسر بعد شعرين الدون بالهون يشرينا التجهيزات وشرينا المعدات وشرينا كل شيء وهو في النهاية ما عنده إيمان إذن هذا كيف قلت لك هذا يطرح مشكلة يالله وزارة الصحة أو حتى وزارة المالية والله مفتشية الدولة والله ما العراف ذو اللي يقدروا التفتيش ولي يقدروا هذا يالله يعرفوا على النصحة يالله بدنا نواد عند استدناع بيلي كل معدات كل قطاع معين وكل رواية في تجهيزات معينة عندها جودة وعندها قدرة للتحمل ما هي كيف يالله تنقبل عليها إذن يالله ينشبرون لك الاستدناعات يكاننا نقدرون نقبل تجهيزات تعطي شيء قانون السوق هذا هو اللي يقول لنا إنك لا يتحدد تقول لنا ندور أهلة تعدل كذا كذا نفسي طيب ماذا تغير أيضا من مساعدة الوباء فيما يخص التنظيم الداخلي للمستشفيات هو تحسنت على مستوى النظام ودائما مع كل بداية موجة يقولوا لكننا نحن على وهبة الاستعداد واستعادين لكل حالة تخرج الحمد لله هو كيف هي طبيعة ذلك التنظيم الداخلي الحمد لله هو كيف يتلك الحالات حتى تعمل الموجة التالية المتينة اللي خلقت الموجة المتينة ما لاحظنا تأثير ذلك المتينة على المستشفيات واكتظاهات والانسداد الحمد لله حتى قلت لك بسبب التلقيح وبسبب الناس اللي فات المرضى السابق والناس الملاقحة الحمد لله الياسرة عاد موجة الوباء أخف أضعف إذن عنه واللي مملي طواقع من الطبية عاد مملي متعودة متعودة بالمسألة وعاد فهم الإجراءات المملي اللي معروفة أي مريض مشبوه بكوفيد عنده سيركوية عنده طريقة معينة يا الله يمشي بها ما يختلط مع المرضى لآخرين ذلك ما هو المشكلة اللي كيف قلتنا نتقدر كنركزوا علينا نحن كميدانيين على أن يعلق نظرك الحقنا نبدو نتعامل مع قطع الصحة الأخرى اللي ما هو كوفيد صحة ما هي إلا كورونا كورونا حق على أنه وباء سبب مشاكل العالم كامل وسبب مشاكل يقير نحن فتنا دي السنتين اللي فاتوا جهد قطع الصحة كامل كان مركز اللي على كوفيد الحق نظرك نبدو نلتفتوا شوي للقطع الصحة الأخرى اللي هو كورونا وجوده ما هو مو مانع لمراض الأخرى لمراض الأخرى تم مات اللي موجودة من يقعد الجهد كامل مصبوبة اللي على كورونا وجهد كامل وزارة الصحة مصبوبة اللي على كورونا وإهمال للباقي لاك ما هي قطع الصحة كذكرته لابداله من من إعادة توجيه لهذه الأمور كاملة اللي كانت موجهة الكورونا يعود تحضر فيها الأشياء الأقسام الأخرى نخطي نعرف قسم الجراحة لأنه هو أكثرهم حيوية وأكثرهم ربما حساسية لأنه قسم حساس وجيه الحالات الخطيرة الحريجة حالات مستعجلة الحالات المستعجلة نخطي نعرف قسم الجراحة كانوا تأثروا بكورونا كانوا خلقت عليها تحسينات وشين هي المشاكل المبروحة في ذي الفترة الموجهة التالية ما لاحظنا خلقك بالتأذير الحمد لله كيفيتك حتى المرضى اخ خبي احنا منساعد لبادة الموجهة في ذروة الموجه قدنا نعدل الفحص لأي مريض يعدل العملية جاي لي عدل العملية زائد الدودية حتى لا أحاسب شي ومن المفاجآت أنه ياسر منهم قدر منهم نجبروه إيجابي يجينا البحص إيجابي هو المريض لا أحاسب أي شي إذن عندك ساعة يقعد يشوف المخدر هو اللي يقرر اللي منهم كيف مدلنا الحالة المستعجلة اللي هي أكثر شي يتم علاجة زائد الدودية عادة أنت تعدل تخدير تخدير كلي تخدير عام يا قير في الفترة اللي كان كورونا ما علمتين نحاولو نعدلوه تخدير جزئي ودرجات ما يرقد بي مشكلة كورونا لأنه كان يهاجم جهاز تنفسي ولأن المريض اللي مصاب بكورونا ينين يرقد تخدير عام ويعود تنفس بالمكينة طبعاً كيف أي مريض تخدير عام ينجبر معها صعوبات على قبل وعيانه وفرجوع الجهاز التنفسي الوضع الطبيعي إذن عن يتم تجنب تخدير العام ويحاول يعدى تخدير موضعي بالنسبة للك المرضى اللي قد يتم تجنب تخدير العام نعدروا لهم تخدير يعدروا لهم العمليات بتخدير موضعي نجبروا عنده الفحص إيجابي ولو يعود ما عنده عراض وفي بعض الأحيان اللي يعود لابد دوله من تخدير العام اللي يتم نعدروا إجراءات يكان الآلة اللي يعملت للتنفس ما تعمل المريض أخر يبدل السيركويل يعدل به ما يعدي هو يقد يعدى رجاجة أخرى والتي قالوا لا لاحظنا بعد الحمد لله خلقت صعوبات حتى المرضى اللي كانوا إيجابيين وعدوا عمليات ما خلقت لهم تعاقدات شي غير طبيعي بالنسبة لها الحمد لله نرجع للنقطة بتتكلمت معنا شوي في البداية ما يخص تلقيح أهمية التلقيح وإقبال المواطنين عليه في البداية كانت كانت فهم نوع من التحفظ على التلقيح والناس ما يشك عنه لا يعود بالدرجة من الأهمية وربما البعض قاع يشكك فيه يقول أنه ما هو ضروري أنا أخبركم تطويضا على المشاهدين بخصوص فهمية التلقيح هو شفتي هو المواطن حتى ولا المواطن الناس اللي ما هي من الصحة ولا ما هي من الخطاع اللي كلها يجد يسوي لك سؤال منطقي لا يقولوا ما دام التلقيح التلقيح الناس كاملة إذا لقعت وإذا تمرت إذن شن يفايد التلقيح قال لي ما دام اللقاح حتى الناس الملقاح هتوصاد هو الجواب على أن التلقيح ما يمنع يمنع من الاصابة بالمرض يمنع من الحالات الخطيرة يمنع من الوصول للحاليات الخطيرة ينقص بدرجة كبيرة من الحاليات الخطيرة من المرض و الحاليات التي تحتاج والتكرار الفيديو الحاليات sop difficile ما لاحظناك بعض اكتضل كيف قلت لك في المستشفيات والمرضى اللي يحتاجوا تنفس الاصطناعي ولا يحتاجوا الأكسجين نسبتهم قليلة جدا مقارنة بالأعداد اللي كانت تسجل إذن هذا عائد لاش؟ عائد للتلقيح عائد للتلقيح وعائد الناس اللي فات مرضة اللي ما مريض فات مرضة سابق دولا المريض اللي فات لقاه إذن عند بيتم اللقاء عندها فايدة وحتى ملاحظ حتى بالنسبة للعالم الأخرى للموجهات الرابعة والموجهة الثالثة والرابعة والخمسة كانت أخاف دائماً من الموجهة الأولى الموجه الأولى اللي شبناها في أوروبا تم تجاوز حتى منظومات صحية كبيرة يتم تجاوزها تماماً معناها وصلت الدرجة للنهيار منظومات صحية بسبب هذا بعد الموجهات اللي جاءت عاقب فترة التلقيح لاحظنا على أنه عادي إذن عن هذا هو الدليل على الأقل الألمي على فايد التلقيح حقاً للناس خايفة من الآذار الجانبية للتلقيح فما خالك شي ما عنده آذار جانبية إلا عادي حد خايفة لكنه عادر التلقيح أنه يقد يصابه تم دائماً في منيك نسبة واحد في المليون والله واحد في المحصائياتك بارك بالفتاعة محددة على أن يخلق تعقد والله إي حالة عادي هذا أي حد يقد يكبال حتى حابة من براسيتهم ولي قد قدر الله يتسبب له مشكلة والله يتسبب له إذن عن التلقيح فايد تو ظهرت في الموجهة التالية اللي متينة اللي معها ما خلق معها لا حضر تجول وليها خلق معها شي وانتشر بصورة كبيرة ما إثار كبارك باله على حياة الناس حياة الناس تماتل حالة طبيعية الدورة الاقتصادية طبيعية الناس تمشي تعديل شغلتها تعديل الحالات التي تكتشفها كبيرة يا قير الحمد لله بحفظ بفضل من الله حالات خفيفة هذا يعود الفضل فيه الكبير بعض الله سبحانه وتعالى للتلقيح إذن عن هذه فايدة التلقيح وده هو ما اللي فايدة تعلن حتى جرعتين جرعتين بالنسبة للناس أساسا اللي عند الناس اللي ضعاف ومسنيين ولي عندهم المراض المزمنة ما يخسر شي لا يعدلوا ذلك الجرعات تعزيزية الثالثة والناس اللي معرضة أكثر كيف عمال الصحابة الله من المستحسن لأنهم يقدوا يعدلوا الجرعة تعزيزية الجرعة الثالثة والرابعة اللي عدتها بالذلك دائما لا يتم فمتحفيز الجهاز المناعي يتم خليه دائما مذكر هذا الفيروس شكله يعود لأنه يجيه الفيروس يتعرف عليه بسرعة وتعود استجابة الجسم وينتاجه للإجسام المضاد أسرع وأكثر فاعلية طيب هذه الموجة الكثير من الناس قايل عنها الكامل لا أوميكرون ما هو الفيروس الأول نخطيب لعفرشين خصائص أوميكرون ويكانوا مولي أقل خطورة من كوفيد سنف اللي كان سابقوا الموجات الماضية هو حسب اللي ملاحظ غالبا هاي سرعة الانتشار الكبيرة لا من خصائص أوميكرون يعود غالبا دي الموجة اللي جاتت التالية المتينة أساسا من أوميكرون وثانيا من الوعدة مولي على أنه أضعف على أنه أخف على أنه أقل شراسة يقدروا أكثر انتشار أكثر سهولة في الانتشار من المتحويرات اللي يسابقوا هو من الفيروس الأصلي يقير من الملاحظة على أنه أضعف إما من ضعف منه هو والله مولي من قوة في مناعة الناس اللي بقي للناس إن شاء الله خلق فيها تلقيح وخلق فيها الإصابات إذن عنه أقل الحمد لله شراسة وأقل فتك وأقل رواية اللي ملاحظة أساسا على أنه أقل إصابة للريئتين اللي بين الناس قليل فيها نسبة الناس اللي تحتاج الأكسجين وتحتاج التنفس الإصطناع على أنه أساسا غالبا يبقى في الحلق ما يقض شورة الريئة ما يعنيه لأنه ما يقضي غالبا إذن عنه أكثر أقل هو إصابة للريئتين من الفيروس اللي كان سابقه وذاك هو اللي أعطاه على أنه يعود أخف غالبا هو لا كيف نزلة برد عادية ياسر من الناس اللي ينصاب بها كيف نزلة العادية اللي تكبر القاشوش والنازلة اللي تكبر العادية إذن عنه ما هو إن شاء الله أخف كان أضعف من هذا يقال هذا ما يعنيه لأنه ما يمنع لأنه يجد يخلق متحور أو أخرى يعود أقوى معاً يقولون متحور لا باش من تحور لتحور يضعف يتمنى لا يضعف الفيروس قيداك ما وشي أكيدا ما زال لا نظريات يجدها قدر الله يجي متحور أو أخرى عدم تنقع من هذا أوميكرو إذن عن ذا هو اللي يخال للناس يا الله تم دائماً اللامح تفضع بوسائل احترازية إيا وسائل احترازية حتى تمنع من ياسر أو أخرى إيا صحي درعوا دلاء حلطوا نحن بذلك بلد ليعود كان فيه مدران الحمد لله مراد السل كان منتشر بلد أنظيمي فيه مستوطن مراد السل مستوطن والسل ينتقل بنفس الطريقة نفس الطريقة أكيد الدور تلاحظو أنا ماني تقولون أن تستطعف أحد من الأمراض الصدرية ولا الأمراض اليادة دور يقول لك أنا نقص عدد الحالات المكتشفة جديدة من الأمراض نقصت حتى شبهة بهذه الإجراءات الاحترازية المعدرة ضد كورونا إذن عن حتى هذه الإجراءات غسر اليدين ووضع الكمامات يحمي من ياسر من الأمراض الأخرى اللي ماهي كورونا قاد إذن عن من المستحسنة للناس تدير الثقافة اليومية هذا نلافة نلافة اللي دين ونلافة هذا هذا محواك نترهي نطرح لكم بخصوص ما استفدنا من كورونا فكرنا قبل ما استفدنا من كورونا على ما يخص قطاع الصحة تجهيزات واللوازن ما استفدنا أيضا من كورونا فيما يخص عاداتنا نحنا والثقافة الصحية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين وأهمية الاحتراز يعمل أمراض كاملة ماهي كورونا والله كيف قلتك هو خلقت هذه الإجراءات الاحترازية قدر من الناس طبع لها مع المزال فيها لا يفهم تجاهل قدر من الناس يتجاهل هذه الإجراءات الاحترازية وما عنده ما هو ما يمشقبته حتى يغير ذاك قال الحمد لله الغالبية عادت عند هذه الثقافة على أن أساسا العطاس والتفول في الشارع والناس اللي عادت عندك بار الحمد لله قدر من تعاطي مع النظافة الشخصية والنظافة الحمد لله كيف قلت لا يعطي أثر على أمراض أخرى كانت تنتج عن نفس طريق الانتقال يلوساخ من اليدين لا ينقص منها لا ينقص منها لا ينقص منها لا ينقص منها وحتى أيضا المصافحة كانت تنقل ياسر من الأمراض الأخرى تنتقل عن طريقها الجراثيم الفيروسات الأخرى أيضا هذه النقطة بخصوص المصافحة بعض من المواطنين في البداية كان متحفظ منها ويقول لك أنا ما نبغي نحكم يدي عن حد وحد مسلم على حد اللي يسلم عليه بيده ويغير مع الوقت أظهركم على المواطنين عنهم استفادوا من أنهم مثلا يتوقفوا عن المصافحة بيناتهم كلهم يتفهم الموضوع ويقدعوا ذلك نقص نقص تعرض نسبة تعرض للأمراض والله قضية المصافحة هي في البداية كانت ما حد الوعي ما كان يحسر حتى والناس ما يعد منها كان ينجبار بها إحراج قدرك ما تتسبب إحراج أي حتى حد كبار منك يقدو وقع ما أولا يمد لك وإلا ما مديت الويدك ما أولا يشوفها عليك المواطنين المرض انتشار بتصيفه وعلمت به الناس وعلموا انتشار في وسائل الإعلام وفي جميع الوسائل ما حد الناس كامل أعلم به ما فهم حد جاهلوا وما فهم حد المواجد جاهل للوسائل الإحترازية التي تعدك كيف المصافحة ومسافة الأمان ووضع الكمان وغسر اليدين كيف ذلك الإجراءات بعض الإحترازية عاد فهم تقبل لها ما فهم قبال قبال ذاك هذا يساعد الحمد لله كيف قلنا انتشار حتى هذا وباء كورونا وكثير من الأمراض الأخرى المتعلقة بالنظار ستكون إن شاء الله آثار إيجابية لها كانت حدة الحمد لله حتى ما كانت فتاكة ظهركوا معني قد يعود ذاك السبب ونهجات ما فاتجة البرد قبال ما زال الجو ولا ما فاتعات جو وشتمتين لأن المعروف إن البرد المتين فرصة لتكاثر الجراثيم الفيروسات وذا كامل والعكس إن تعود الشمس خالقة تصطع الشمس وذاك لا يعود يحد منها شنو رأيكم؟ ما هو ما عنده هو كيف نزلة البرد أصلا في الشتاء تخليق النازلة الأخرى العادية لكسبب فيروسات أخرى كيف فيروسات كورونا أخف هي منه وذا هو اللي قدي يقول لأن الكورونا لا يعقب في النهاية يعود الله كيف نزلة البرد العادية لا يتعاف للحق درجة على أن يعود الله مرض موسمي كيف النازلة يخلق مع البرد يجمع بدايته لا يعود كبار كبار ما عنده تأذيرات صحية كبيرة إذن عن انتشار سبب ضعف قلت فتكا ما هو من السبب ما عندها علاقة بالوقت في الوقت في الوقت من السنة هو يأتي على جميع فترات السنة إذن عن ذلك كان ينقر على المناطق الحامية و المناطق الساخنة كامل ما هو منطقة يأتي في جميع الفترات و في جميع الأزمنة و في جميع الفصول السنة حقا لأن يلاحظ ذلك الأمرات كاملة تكثر في الشتاء بصورة طبيعية بالفيروسات تكون أكثر لا يمنع ذلك ما هو سبب ضعف هذه الموجة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لأننا نتابعوا مجموعة من المقابلات مع بعض المواطنين موسيقى نتكلم عن الله نسأل عن شنوها السباب اللي يعرف بها حد بحوصات الكوفيد والله سباب اللي سباب اللي يأود حد يتأخذ إجراءاتها حمايته نفسه من كوفيد وأنت يا الله يأود يعدل فيها بحث فترة جائحة فترة عم تتجينة شوي يعطي الناس كاملة يتأخذ إجراءاتها من الكمامة و من اللقاء و من التباعد جائحة متحورة جديدة سريع الانتشار حتى خطرته متينة يعطي الناس كاملة تأخذ إجراءاتها وتعاون الحكومة كانت الناس نتعاون عليه كاملين ما هو عمل الحكومة أخذ العمل نحنا كامل يعطينا نتأخذ إجراءات كاملين من نجل الحماية من هذا الفيروس هذا الكورونا يعطينا كاملين نقبضوا الاحتياط ندروا الكمامة و ندروا الحولي و يعطينا نسركوا من الاجتماعات حالية و الأسواق اللي نحنا مانا أطامن هاو الدول اللي جاهم كثير من الناس من المواطنين هو قول هذا الشي دور بيه الدول الشي لما هو حك لمرض نحنا مانا أطامن من الدول فهات جاهم هم لعاد مولانا يحاكم عن نحنا لما يحكم عن الدول الأخرين من يالله نحنا نحمده ذيك النعمة أهلاً وسهلاً بكم مشاهدينا مجديد دكتور استمعتوا لهذه المقابلات كيف تلاحظوا الناس كامل عاد عندها وعي ما تتلاحظوا يمدارين الكمامات ويعرفوا على الإجراءات الاحترازية وعلى اللي وباء حقيقين ومهوش هائعة والله ذي كرويات اللي كانت شاعة أولاً في البداية بالنسبة لذي اللي سوى الأول يعني أنت يعدل الفحص والله أنت يعدل هو أي نازلة أي حد تحس بشدر كيف النازلة والله كيف حريك في البحشيش والله كيف ضعف هو يعود لا ضعف في الجسم والله التصهاد شوي كورونا إذن عن إذن عن إذن عن إذن عن يتم قابل دائماً الإجراءات الاحترازية يتم دائر كمامة ويحاول ما يقرب خوف يعديها الواجيج ويقال إذن عن إذن عن إذن عن العرات تطلع له الحمى حتى هو اللي قد يقلس أي مركز صحي أي مستشفى يدور يعدلوا الفحص السريع ويقعدين شاب به وفي جميع الحالات ما يحتاج شيء بالإذن عن تكبر إجراءات الاحترازية تستراحية حتى فترة لسببه قليلة ضعيفة حسناً هارقنا ثلاثة تعافي منه الحمد لله يتم بسرعة سريع تعافي سريع منه إذن عن حتى تحس بأي عراض كيف ينهي وخاصة الأعراض التي تخلق النازل انسداد فيهم في حرقة في الرقبة والله حتى كيف عراض الموجين هذه هي مرتو والكحة في بعض الأحيان الكحة كيف قلت لكم الحمى وهي وضعف الجسم وآلام في العضلات في العضلات هذه هي العراض للسندروم طبيعي وهذا احتمال كبير 90% وليس يعود الكورونا إذن عن لا يخلق هذا ما يؤدي الخوف كيف قلت لك الحمد لله مريضاك الهلع الحمد لله يختبئ الناس عرفت تعايشت معها مرحلة التعايش معها الناس وتوتم حافظة لديك وسائل من إضافة ما وقع له الثقافة العامة والثقافة الصحية العامة الناس يرتدي وسائل وفي حالة ترقاجة تأكدت إصابته الأيام ذكرت أنه الحمد لله الموجة لا تبطى الأعراض أيام معدودة لكن الأيام التي يطيح في الحجر في الدار مثلا أن يعود تقيز على تغذية من أجل تغلب على الفيروس كيف تنصح المواطنين؟ يعود طبيعي لا يوجد شيء أكبر أكبر خاص هنا يعود يشبر الحمد يقبل الأدوية التي تخفف الحمد معها فيتامين سي يقضي قليلا لقاس الطب كان عنده أعلام يأعطوه شرعة خفيفة من كورتكويد لمساعدة لأعراضة متينة لا يحتاج أكبر أكبر غالبا يقضي يشفى واحدة من دون أي لا يوجد الحمد تطلع حتى يقضي يسفى من دون أي أدوية إذن عنده تغذية صحية العادية كافية مدى لأنه يحاولتهم لا يقضي أرواكي خاصة للناس الضعاف لا يقضي أهمتهم وإن شاء الله في ظرف الثلاثة أيام أربعة أقصى حد سبوع يرجع إن شاء الله رحلة الطبيعية حتى إلى أعلي الفحص أخر غالبا بعد سبوع يقضي أعدي سالي بالبحث طيب هذه الموجة يقول لك هو يعل كم تعطي المناعة سابقيا أرشع لرقاج مرة أخرى ما شفت لك ما فات عاد فهم قبال قبال شي دراسات محدده ويختلف من الشخص للشخص ما هي الناس كاملة مناعتهم كيف كيف خارج المناعة درجات شامل الناس عندهم ما شاء الله جهاز المناعة يقود قوية يقود تابع صحة الجسم كاملة لا بباش عاد الجسم السليم تقود المناعة سليمة وهو السبب لأن الناس المعرضة التي لديها الأمراض المزمينة والمسنين دائما مناعة المطعف يقود عرضها للأشكال الخطيرة من هذا الفيروس إذن عن إذن ما فهم مقبال شي محدد يقولون من ستة شهر إلى سنة تقريبا الحماية يمتين عقب ذلك تبدأ تنقص عداد الأجسام المضادة الموجودة في الجسم للفيروس إذن هو يعطي جرعات المعززة جديدة جرعات ثالثة والرابعة دائما تم تحفز الجهاز المناعي لا يفهم مقبال شي معين دراسات وعادة معينة تقول لك مدة عاقب الإصابة بالمرض أو عاقب التلقيح في مدة الليلة يتمح ويكمل لا يوجد دقيق لا يوجد دقيق لا يوجد دقيق يجد الإصابة هو كيف قلنا التلقيح وحتى الإصابة السابقة بالمرض الفائدة منها لأن الجسم لا يخلق مناعه أنه لا نصاب به مرة أخرى يقعد خفيف لا يقول لك لا يتنصاب به هذا ينزق منه لا ينزق منه لا يجد ينزق منه نهائيا يقال لا يجد يضعف هو الفيروس وتمتان جاء مناعة الجسم ضده ونقعد بعد ماترين في طنلقات كيف تشوفي هذه غالبية الناس ينصابت بالموجة الأخيرة بدون عراض الناس غالبية بدون عراض نتعدل تست لك أنت عدلتها غالباً اللي تشوفي الناس اللي عندها على الأقل عراضهم شاتوا عدلت البحث تقيلوا كان يعدل فحص مثلاً مثلاً المرصة مثلاً نقبلها للناس الذين ذاكي اليوم في المرصة كاملة وتعديلهم تست تجربة تقريباً منهم ذروة الموجة تجربة 30 أو 40% منهم مصابين بلا عراض بلا عراض بلا عراض بلا عراض فايدة التلقيح وفايدة اللاهية التخفيف من خطورة الإصابة بالمرض عاقب ذلك بلا قدر الله إلا خليل نرجع لأهمية الوقاية وأهمية الإجراءات الاحترازية الضرورية المواطنين كيف ذكرت بعض منهم عادي يستهتر بهذه الإجراءات والبعض يقول عنهم مل منها وهلكم عني لا خفت حالات الإصابة التي تسجل يومياً لكن لا يستطيع أن تحرر من هذه الإجراءات والله يلا الناس تخفى فيها والله أنتموا على نفس الوتيرة هو من المستحسن لأن الناس تتم على نفس الوتيرة غير الناس لا يتحديها في رضا إليها هي الناس التي تلاحظ أن تخلق موجة تحس أن الناس بدأت تهتم تهتم بوسائل الاحترازية ومجرد تخفى هذا وتنقص الأعداد يبدأ أمل يستهتار بالإجراءات الاحترازية لكن طبيعي ذلك ذقافة ونفو سيسيو أكونوميك معناها النباطة مستوى من الرقية تختلف فيها الشعوب ومن حصل تقدمها وأنه لا شيء ما نتمنى من شعبنا الطيب الذين نعرفوا لأنه لا يتم التزم للإجراءات الاحترازية وغالبيته والله بعد عدد كبير منه حتى في ذروة الموجة إذا لم يستهتر بالإجراءات الاحترازية يرى أنه نعود فترات مو الموجة صعيب جداً لا يعود الالتزام بها من المستحسن وخاصة الناس الذين قلنا دائماً الذين عندهم ضعف المناعة والمسلين ما يقالتهم يتم إجراءات الاحترازية لا محافظين عليها غير بالنسبة للناس يقعد أقل العرضة وأقل للناس بعد التلقيح وبعد الإصابيات والتلقيح يقعدوا للناس حتى اللياس الغالباً اللي يقبلوا بدون عراء يقول لك أنا قاع حتى أغاتي قبلني ولا حسيت لأنه مات الاشيء وتم يستهتر بالإجراءات الاحترازية بالنسبة للأطفال ذكرتوا عنهم في الموجة الأطفال وهار فيهم نغتين أعرف الأطفال يكانهم شبه مناعة من الرواقج الكبار ويكانوا يعاودهم والإستاذهم بالنسبة الملاحظة بالنسبة المناعة اللي ضد هاي الفيروسات الفيروس الكورونا الأطفال الأحسن أحسن كثيراً من الناس الكبار والدليل لأن الكورونا كان على الأول كان غالي نادر جداً تجبري عن طفل وفي أعراض هم يصعبون به الأطفال الأطفال موناهم لا يصعبو به ولكنهم يعودوا قدون الأعراض معاودوا حاملين للفيروس يا غير معهم يعودوا حاملين للفيروس يعنون الأعراض عراض خبيفة مشابهة للعراض الموسمية لتخلق لهم يعني الشاسرة يقولون أنه كامية يبتزمون فترة البرد يتأثرون بيشاهدة يرجعون حقا لغونا ينوزلوا ويكفهم والحمة والحمة طبعا معها. إذن عنه لا يعود شيء روتيني. شيء طبيعي كيب هذا ما ينفطنه. عبد الله كيبر كان يخلق لهم كل بداية اشتاء. طيب في بداية هذا البرد وقع ما فاتمت باش تنصحوا المواطنين. ما فاتمت الحمد لله. احنا البرد ما يجينا منه كبار اقبال ذاك البرد. ما يسمى كبار اقبال ذاك البرد. وخاصة المال اللي نشوفوا قاع الفصول الأربعة نفس اليوم في النهار. شوفوا فيه اشتاء. البرد اللي توفع للناس يا الله وقت اللي يعد في البرد متين يا الله الناس وتعس منه. يا الله درجاء لابس الباس. وقت طريق الرياح كيب على صباح من الصغار. صباح ولا المغرب والله في الليل وقت اللي يعد متين. يا الله درجاج يحاول لانه يتفادل انه ماذا يعود مبلوه بالرأس ويطمع مبلوه ويطمع مبلوه. ولا قبل صحومه ياخذ مباشرة في الهواء. لكن سبب الامراضة. الحالة الطبيعية، هذا بغض النظر عن كوفيد. ما عنده علاقة بكوفيد بمرض كورونا إذن عن البرد يا الله دائما خاصة نحن الشعوب اللي ما نطبينا عليه إذن شوية من البرد يضرم إذن عن هذه الإسراءات الاحترازية الناس يتعود دائما رجاجته يدفع ما يعود عرض البرد المتينة وبنسبة التغذية المناسبة إسواء حد في كوفيد وإسواء ما في كوفيد بداية اشتاء اشتاء لا تعود الغذاء يعود متوازن هو الغذاء ما فهم فرق بين اشتاء وبين الصيف وبين هذا هو الجسم عنده عدد من السعرات الحرارية يقبضهم يوميا حسب وزنه حسب العمر والوزن إذن عندك ما يتغير اساسا يتغير حسب حسب نشاط الإنسان الرجاج يشتغل الشكل اللي فيه المجهود العضالي الكبير لكن يقدي تم يقبض يقدي يوكل كيف يبقى غالبا ما يصاب حتى بالسمنة بيلي يحرق السعرات الحرارية اللي يستهلك بالنسبة للرجاج اللي قاعد بلا شقلته في بيرو ولا شقلته في هذا ذاك يا الله يحاول الغذاء يعود متوازن هو فهم البروتينات وفهم السكريات وفهم الدهون هذا يعود متوازن فيه يعود نصف سكريات وثلثين لأخر مقسم بين البروتينات طبعا هذا يختلف بالنسبة للعبد الإنسان عنده مصاب السكري فالله حسب حالة الإنسان نتكلم عن الإنسان الطبيعي إذن عن يا الله ما للوجبات تعود منظمة إذن عن غالب الرجاج مثل أنت يطلب أصبوح ما يستبحوا الناس مثل ما يستحفوا عن أصباية يكرر لالقضة الإنسان يحاول أن يكون عنده كثيرة وجبات تعود متوازنة وتعود منتظمة وتعود فوقاته هذا هو اللي مطالب في جميع الفصول السنة ما عنده علاقة بفصول السنة وبالنسبة لذنين قالوا ثقافة اشتراب الماء أهميتها من ناحية الصحية وخصوصا في فصل الشتاء لأن بعض المواطنين نتيجة العادات نقال لك نشتراب الماء في البرد ويدخل البرد خصوصا في اللي هذا معه هو المشكلة لنا هو البرد المالي كيف يبقى ترك الجسم عنده حاجة من الماء كمية معينة من الماء يا الله يجبرها يوميا فترة 24 ساعة بالنسبة للإنسان الشخص البالغ الذي يوزنه طبيعي بين 70 إلى 75 كيلوغرام نقوله من لتر ونص إلى لترين من السواعد الماء أساسا يك السواعد تنجبر في المشروبات وفهمهم ما ليه والماء موجود حتى في الطعام موجود في العطاعمة موجود فيهم كميات نسب ولو بنسب متفاوت الماء موجود في الفواكه موجود في كل شيء يقارب النسبة لسوائل الماء يا الله على الأقل وهذا عنده فائدة كبيرة حتى للجسم هو الماء هو اللي الجسم الذي يقوم بعمليات الأيضل التي تقوم بعمليات الاستقلاب التي تخلق في الجسم تنتج عنها مواد سامة لك المواد السامة بسم حالي لي تأخذ الجسم التي تخلق غالبيتها عن طريق البول عن طريق يتم تصفية الدم في الكلا عن طريق الكلا يتم تصفية الدم ويتم طرح ذلك الفضلات وذلك المواد السامة في البول إذن عند الإنسان ينين يعود يشرب يكثر من الشرب يعني يعود يعود دائما عنده كمية البول تقوم كبيرة ويتم إلغاء أكثر كميات من 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 السموم ومن الرواسب التي تنتج عن عمليات الأيض الداخلي إذن عند الإنسان لا يشرب ذلك يسبب له قدر من المشاكل الصحية لأن تراكمات المواد السامة يسبب له حصيات الويل حجار يسبب ياسر من الأمراض الأخرى تراكمات خصوصا لإنسان المضارة والسامة في البلجيس وبالنسبة للمرضى خصوصا كوفيد معروف دائما نسمع من حد قابطوا الحمى معلوم فيه شراب الماء لأن الحمى شفتي ولأن فقدان السوائل يخلق منه الحمى وسيلة لفقد السوائل إذن الجسم يفقد كيف البخار يحمى الجسم حتى تطلع درجة حرارة الجسم يتبخر حتى الماء يتبخر من المسامات يتبخر من الجل هذا من الناحية ومن الناحية آخرى دائما عندما تلمر درجة الحرارة تضيح الحمى تضيح عن الرجاجة يستعمل الدوا ولا يستعمل عندما تلطل حرارة الحمى يدور يعرك فقد كمية كبيرة من الماء يعوضها بالشراب مريض الألية للحمى يعود يحتاج لأكثر كميات من الماء بالنسبة للإنسان طبيعي وطيب ما هي الأهم الأوقات التي يشرب فيها جميع الأوقات ما يشرب جميع الأوقات لا يوجد وقت محدد يحاول يتعرض موزع وبين طبعا ينقض عطشان يشرب 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 ما يمنع لأن الرجاج حتى هذا هو المشكلة التي تقول أنه يشتنج لا تشرب وليس لا تشعر بالعطش يعوض الإحساس بالعطش يخف موكي في الصيف لكن إذا هو الذي يشرب يتم دائما يشرب حتى يذكر حتى يشرب مع صباح وقت من المستحص أن الرجاج ممكن يعوض يسبق لأنه لديك فواية صحية كبيرة لأن الرجاج يشرب كاس من الماء للريق لأنه فواية صحية كبيرة أساساً لأنها تساعد في نقص الوزن وينقال لأنها تساعد في نقص الوزن ينقال لأنها تساعد في نقص الوزن لا أسأل من هذا يقار بعد عندها فواية صحية خصوصاً لما تدافئ لا يساعد في حق الدهون الدافي ولا ما هو بارد حتى ما يعود الماء بارد شراب الماء البارد حتى ما هو صحي والماء اللي يعود معتدل إلى درجة حرارة معتدلية إذن عن كيف يشرب لجميع فترات اليوم ما عنده وقت معين نرقى جلال الوقت اللي يتذكر على أنه يشرب وينقى يتذكر لتر ونصف النهار ما خالك حد يذكر لأنه يشرب لتر ونصف النهار وهي الكمية اللي لا بد من إذن عنها كاملين عندها نقص في تناول السوايد إذن عن نرقى يلا أي وقت تذكر والله شافي ما ولا شافي يشرب طيب بالنسبة للمنبهات هو أهميتها في الفترة كورونا ودائما الصداع وقبيض الرأس وفتر وشيء العظام وهذه الحالة كاملة العراض اللي ومنبغتهم معي تاي والقاهو وهم فعلا ما كذرتهم شو ما يدو كل بي كذرتهم ما يزينه ما يساعدوا ما عندهم علاقة ينشطوا الإنسان خصوصا بعد التعاب ما عندهم علاقة هو خارج من الناس يقعوا طابق عليهم يقعوا طابق على تاي ولا طابق على لقاهو الدرجاء جاي من قز مثلا وعود حاسبه لي يقبضوا الحمى مرتوا يقبضتها ما هي قد يقبضوا ما عندهم مشكلة وإلى عادي يقبضوا راستان مع الحمى عقبوا بيدي ما يسربتها قرار لي ما تساعد من ناحية الصحية ما عندهم إلا ما ضرتهم مرتهم ما عندهم ما يمساعدتهم من ناحية الصحية قلت قد تجنبلو عقب الصداع على حساس من نقص بالله ينعود خاصة مدمين على الشاي يوميا يتناولوا يقبضوا لما يقبضوا ذاك الوقت لي سببوا يزيدوا الأعراض يزيدوا صداع يزيدوا شيء مع الحمى إذن عنا ما يخسروا شيء ما هم ضد ما يأثروا على المرض كيف يزيدوا يفاقموه بخير منهم ما هم دواء ما هم علاج إذن عنا تم رجاجة النسق الطبيعي اللي كان مع الدل ما يكثر منهم حتى ما يكثر منهم منبهات يقر ملي مع كمية قليلة منهم والله عادية منهم ما تخسر شيء صحيح طيب بالنسبة للإجراءات الاحترازية لأن الوقت ما ترى منه ياسر ضرورة تغسل اليدين والمعاقم نختار نعرف المعاقم يكفي من نصف قيل ليدين وكانوا قاعد ضروري فعلا المعاقم يكفي بالنسبة لفيروس كورونا وهذا يكفي معاقم من الألكول الألكوجيل يكفي بالنسبة لفيروس كورونا يكفي يكفي أقر من المستحسن على أن يعود لن يعود رجاج ورجاج لا يعود دائما نجبر صابون ولمح ذلك وهو أحسن وسيلة أدرس قيل الماء بليدين الماء وصابون يكفي بعد المعاقم المستحسن نعود رجاج نعود في الشارع والله بالويته والله بليدة ما فيها ما متوفرة لبعض أحدها بليدة لوفابو وصابون وليس كورونا يكفي ما هو تعقيم لتطهير نقول لتطهير وليس كورونا وتأثير على اليدين كيف يقدم مع طول الزمن شمن الناس يسبب له حساسية ذلك يقدم لأنه حسن رجاج عديية بس ليدين ذا هو اللي بيف ذاك الفترة اللي هو رجاج يعمل ياسر يتم يستعمل المرطبات المراهيم المرطبات ترطب ليدين لياك ما بيلي شمن الناس يقوم تحمل له أقل من الناس أخرى يسبب له تجفاف يسبب له جفاف ليدين والبعض يتناسب أنه يكتر جميع البكتيريال اللي يد وربما يعود ذاك ما ينقص منها 90% ساسو ما خالك شي يجب تلمية في المية جميع لهذا يقير ذلك منها شائع أو ذلك منها منضرر يليني كاف يليني الحق 20% منها يليني دجاء مرحلة مرحلة لبأس لها يليني غير كورونا بعد دي الفيروسات بيلي ضعيفة هاي الفيروسات ضعيفة حتى ما تستحمله ما تستحمله والإفراط في استخدامه وظهركم عنه يعمل كم من مره مثلا في اليوم كيف حد هو حسب ذاللي مست الرقاج بهذا هو الرقاج مدلن قاعد بعض من الناس مدمين عليه جراد يمس الهاتف لا بد من يعقل نعود هاتف ما ممس حد أخر بالعقاء هو لاني نعود مثلا الرقاج قاعد يخرص تلفز وخرش نص ساعة لك نص ساعة ما كان العمل أنا عانيلي ما كان العمل لفعلا يتم فيها تبادل الأقلام قلت كنين يمس رواية ما يصرن لو حاقب يعمل والله يمس شيء ما هو شيء خاص به يكسا عقام يقل نعود الرقاج قاعد في بيرو ما يدخل له الرقاج ما يكبال دوسيا من الرقاج ما يسلم على الرقاج ما لابد من يتمكن ربع ساعة ولكن نص ساعة يستعمل المعاقد يستعمل لانين يمس رواية ما كانت أصلا ما كانت طيب قبل الختام دكتور توصية أخيرة للمواطنين توصية أخيرة المواطنين لعل أنهم ما يستهانوا حتى يستغلوا فرصة هذا كورونا هذه الوسائل الاحتراز التي هي صحية في ياسر من الوسائل الأخرى لما تتحمي من ياسر من الأمراض الأخرى لما هي كورونا إذن تم الناس دائم حاول محافظة عليها من جهة يكتم حماية معينة من كورونا ومن جهة يتم أيضا الوقاية من كثير من الأمراض الأخرى التي تسببها الأوساخ وسببها القرب كيف قلت من أكثر قضية السل من المسببات طبعا شكل انتقال وكيف كورونا ينتقل بذراء هذه الهواء والله ينتقل بهذا إذن عنه نفس الشيء إذن عن يتم محافظة على هذه الوسائل ولا يتم التهاون بها قدر المستطاع هو حقا الناس اندحست وفترتهم كامل يقال يتم رقاش بعد قدر المستطاع محافظة لها للصحة العامل صحته هو العامل شكرا شزيلا مشاهدين بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج هذا المساء أشكر باسمكم ضيفي الكريم الدكتور عبدالله محمد أبا رئيس قسم الجراحة الاستعجالية بمركز الاستطواب الوطني شكرا جزيلا لكم وأشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعات تحية من فريق العمال تنتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة